كثيرة هي المواقع السياحية المهملة في الأردن أحد تلك المناطق هي كهف السيد المسيح أو ما يعرف بكهف المعصرة الذي يقع في محافظة إربد في بلدة إيدس في لواء الكورة إذ يفتقر الموقع للترويج السياحي والاهتمام الذي يليق به كمعلم أثري من إربد نتابع التقرير التالي كهف يعتقد بأن السيد المسيح لجأ إليه في رحلته إلى شرق الأردن كهف السيد المسيح غرب قرية بيت إيدس الواقعة في لواء الكورة بمحافظة إربد مكان أثري قديم لا يعرف به الكثير ولا يزوره إلا القليل بالرغم من تواجده في منطقة معروفة إلا أنه لم يحظى باهتمام من الجهات المسؤولة هذا الكهف تم اكتشافه سنة 1999 وهو محصرة متكاملة وأول نموذج محصرة متكاملة في الأردن لمحصرة الزيتون وأيضا يوجد فيه محصرة نبيذ عنب وهذه المنطقة يروى أن المسيح عليه السلام عندما هاجر من الناصرة مكث في هذا الكهف المحصرة بضع أيام أو 42 يوم الله تعالى أعلم وأصبح ممتلك لدائرة الآثار حيث قامت دائرة الآثار بترميم هذا المكان والعمل عليه من أجل استقطاب السياحة وهو يتوافد عليه أهل السياحة من جميع مناطق المملكة وخارجها سمعنا عنه من أصحابنا عن مغارة برقش ومحصرة المسيح يحكوا أنها مناطق جميلة وبالنسبة له إلها والمناطق الحواليها فحبينا نزورها إحنا وشاب أصحابنا ماليزين وعرب هاي أول مرة من يجي كان إشي حلو الصراحة أن نشوف إشي من ألفين سنة بعده موجود آثاره يعني هاي ذكرت الإنسان التاريخ تها فإشي حلو ذيك الواحد أن يحس البلد تأيته من زمان مسكونة من زمان فيها حضارة فيها يجاوره معصرة عنب وبئر ماء ومسجد صغير إلى جانب شارع ينتظر الاستجابة لتوسعته منذ سنين فلم يحظى كهف المسيح بالاهتمام المأمول نظرا لحاجته إلى مرافق صحية وأماكن جلوس وإعادة تأهيله وتطويره من قبل وزارة السياحة لبرنامج مننا وفينا براءة أبو همام